لعد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة قصيرة إلى رياض رفقه فيها سمو ولي العهد وكان في استقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد لدى وصولهما مطار الملك خالد الدولي بالرياض سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأمراء وكبر المسؤولين وعقد جلالته وأخوه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية لقاء تناول العلاقات الأخوية الأردنية السعودية وأبرز تطورات المنطقة رحب سمو ولي العهد بجلالة الملك بالمملكة العربية السعودية ونقل لجلالته تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحمل جلالة الملك سمو الأمير محمد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متمنيا له موفور الصحة والعافية ومعربا لسموه عن شكره على حفاوة وحسن الاستقبال وأكد جلالته وسمو ولي العهد السعودي خلال اللقاء الذي عقد في قصر اليمام بالرياض اعتزازهما بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على توطيذ التعاون في شتى المجالات بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية تم تأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد بالمنطقة وشدد جلالته وسمو ولي العهد السعودي على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم واجدد جلالة المالكات تأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان إيصال المساعدات إلى مقاصدها موسيقى